الحاجة اللي انا قلت لكم عليها من شوية اللي كانت تؤخذ بشكل واضح على بيتسو موسيماني بعيدة عن الأمور الفنية والتكتكية والإنجازات والبطولات والأركاب وخلافه هي تصريحاته تصريحاته اللي ربما مهدت لرحيله عن النادي الآله وكثير من الأوقات كنت دايما بطلع أقول لكم ان الكابتن محمود الخطيب تحديدا كان بيبقى غاضب جدا من تصريحات بيتسو موسيماني وقبلغ الكابتن سيد عبدالحفيز أكتر من مرة انه يبلغ موسيماني انه الأهلي مش من عويده انه يطلع تصريحات صحفية واللي شغالين فيه يطلعوا بتصريحات صحفية وإعلامية كل شوية ولازم الأمور دي تبقى بإذن ويبقى الأمور محكومة بشكل كويس طايم ايه هي بقى التصريحات دي؟ التصريحات اللي هي عملت هذا الجدل في كثير من الأمور قال مثلا الأهلي فريق يريد الفوز في كل مباراة لم أرى أبدا فريقا يريد الفوز دائما وبالتالي لا يوجد مدرب يستمر لأن الفوز هو ما يريده فقط بيئة العمل في الأهلي الصعبة للغاية انها تتسبب في العديد من المتاعب وتستنزف كثير من طاقتك يجب علي أن أعترف أن الضغوطات الكبيرة تسببت في إصابتي بارتفاع ضغط الدم يا رجل تبدأ بالأهلي هيا ضرب أنا الأهلي ومشيجي لي أي حاجة طبيعة العمل في النادي الأهلي ضغط بشكل مستمر يدفعك لعدم النوم جيدا والأمر فقط لا يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وضغط الجماهير بشكل عام أساطير الأهلي لديهم ما يقولوه أسبوعيا البعض يكون جيد والبعض الآخر لا لكن في النهاية هم أساطير ويحق لهم قول كل شيء خلال 18 شهرا فقط حققت رقباء دولة أبطال أفريقيا وحصدت برونزيت كأس العام الأندية مرتين وفست بكأس السوبة لأفريقيا مرتين وبكأس مصر أعتقد لا يوجد أفضل من ذلك لو أقدمه لا فيه في الآهلي لازم يتولي الوقت تقدم أفضل حتى لو حملت أعظم الإنجازات بيرستاوي يواجه تحديات كبيرة ورغم أنه أضاع بعض الفرص لكن الجماهير تنسى أنه صنع تلك الفرص لنفسه وصنع أخرى لزملائه المهاجمون في الفريق لا يسجلون الكثير من الأهداف حسام حسن يطالب الجميع بوجوده ولكنه لا يسجل ويطلبون بمنحه المزيد من الوقت وكذلك محمد شريف سجل عديد الأهداف الموسم الماضي ولكنه لا يفعل ذلك هذا الموسم حسام حسن ما خدش أي فرصة حقيقية يعني وهقول لكم بعد شوية حسام حسن يشترك مع موسمان يديه خلال 20 شهرا الماضية هذه هي رحلتنا التي باركنا الله بها الله يبركك نحن ممتنون ومتوضعون من أجل الخير